بسم الله الرحمن الرحيم رحب كل المشاهدين الرياضيين رحبوا بجماهير نادي الأفريقي اليوم تحليلنا للدوري التونسي في مباراة نادي الأفريقية ونادي حمام الأنف المباراة في إطار الجولة التاسعة للدوري التونسي النادي الأفريقي يفوز على نادي حمام الأنف بهدف وحيد نتيجة نعتبرها إيجابية لكن سنتحدث عن السلبيات في هذه المقابلة الإيجابيات نبدأ بالإيجابيات الإيجابيات أن النادي الأفريقي انتصار تروى انتصار النادي الأفريقي ثلاثة نقاط أي مدرب يقول لك صحيح لعبنا ولا ملعبناش لكن المهم ثلاثة نقاط لمواصلة المشوار في الدوري والفريق الذي يريد التحاصل على الدوري لابد أن يفوز في كل المباراة في كل الصعوبات اللي بيش يلقاها نعرفه ماش فريق في العالم بيش ينجم يلعب تسع مباراة على نفس المستوى وبكيفية الجمالية وبأقناعها لكن نقوله الحمد لله أنه الانتصار نحب نذكره بحاجة أنه الريتمتع الدوري التونسي وقف في الإعداد للمنتخب الوطني بالطبيعة هنا لابد من العمل الرجاد ولابد من المباراة الودية المكثفة بش يبقى الفريق في نسق الدوري ربما توقف الدوري التونسي أثر على مردود النادي الأفريقي اللي نشوفه النادي الأفريقي من مباراة إلى أخرى قاعد يتحسن على مستوى الأداء إلا أنه في هذه المباراة للأسف الأداء ما كانش اللي انتظرناه نتحدث عن المنافس شوي وعلاش المباراة صعابت على النادي الأفريقي أولا تحيي التقدير للحارس العربي الماجري اللي كان رجل مقابل بش ما نقلوش من قيمة نادي حملة تحية أخرى المدرب اللي أعرف كيفاش يتصرف في المباراة وتعرفوا نحن تحدثنا ونرجعوا على هاش تقييم النادي الأفريقي شكونا نحن في تقييمنا التكتيك النادي الأفريقي الإيجابي والسلبي المدرب اللي يعرف نقاط الضوفة عن نادي الأفريقي واخدم عليها بش نتحدثوا عليها الفرض السيطرة على وسط الميدان يعني سيطرة على وسط الميدان اللي هو قوة النادي الأفريقي شفنا حتى الصعوبة في افتكاك الكورة وفي السيطرة على منطقة الوسط تخلى المدرب يخرج بالعيد اللي هو ما يفكش كورة ويدخل ساليبون معروف فكاك متاع كورة يعني نادي حملة نادي الأفريقي نادي الأفريقي أولاً نحن تتحدثنا في كل تحليلنا أنه النادي الأفريقي أقوال في رقحة لنا في الدورة التونسي الذي يحضر اللعب على رواق الأيمن والأيسر وكأن لاعبين النادي الأفريقي جودة لاعبين النادي الأفريقي فرضت هذا التكتيك على المدرب ما معناها فرضت؟ فرضت معناها بالإيجابي ما نحلوهاش بالسلمي لما يكون عندك لاعبين مثل جابو ولاعبين مثل الزوادي ولاعبين مثل صبر خليفة ولاعب ومدافعين كما الحدادي والعجربي اللي يحبوا يلعبوا الهجوم بالطبيع على الفريق بش تكون نقاط القوة على الرواق الأيمن والأيسر يعني المدرب هو اللي يعرف يتعامل مع المجموعة وتوظيف إمكانيات هذه المجموعة في فكر المدرب الذهني والتكتيك لأنه مش معقول بش يجي مدرب بش يفرض حاجة جديدة اللي ما تمشاش مع الفريق وإمكانيات اللاهبين لكن السلبية الوحيدة كل مدرب لابد أنه يحضر الفريق يلعب على يعني اختلاف التكتيك يعني ما نجموش بش نلعب ودوري تونس كامل نستغله قوة جابو ونستغله صبر خليفة ونستغله الذوادي والعجربي والحددي وقلنا لابد من وجود حلول أخرى لأنه فريق بروفزيونال فريق عنده إمكانيات ديما نعرف كيفاش نتصرفه في المقابلة ونقرأه المنافسين لأنه لما نقرأه المنافس حتى نشوفه نادي حمل لمف ملف رق تقاليد حمل لمف الكروية يلعب على الكرات الممتد لكن نادي حمل لمف عنده سلبية رجوع وصلت الميدان بتاعه بسرعة إلى مراكزه تمركز الدفاع نتا حمل لمف مكانش التمركز الصحيح رغم أنه وقف صحيح في المباراة بالتالي إذا أنت تحذق البناء الهجمة بسرعة وإذا نحن رقينا حمل نلعبه في الوسط بتمريرات قصيرة وعنا لاعبين ينجموا يعملوا التمريرات القصيرة وينجموا يسنوا اللعب من الوسط تنجم أنت تغير مفهوم آخر وتنجم تغير مفهوم في المباراة تكتيكين تتفوق تكتيكين على المدرب الآخر الضغط المستمر هو الذي يجعل المنافس يرتكب أخضر نحن رأينا طيلة المباراة تسعين دقيقة فاروق بن مصطفى كان فيه معناها راحة معناها ما بخلاف إسماعيل جاكي تيجت وفرصة ولا اثنين لكن النادي الافريقي كان المسيطر على المباراة سلبيا لأن الإيجابيين تسجيل الأهداف وصنع اللعب بسرعة تحدثت على الحدادي وقلت كما تحدثنا على العقربي وعاولادنا اللي فرضناهم وفرضنا الحدادي ومنذ مباراة نجم الساحلي قلت الميكاري موش حاضر يعني اي خصائفاني فيه قلنو هذا لاعب كبير لكن موش حاضر موش عيب رأوا قلتها في التحليل السابقة وتنجم وتسمعها قلت مش عيب بش نجيب خمسة لاعبين ولا أربع لاعبين ثنين مو مش حاضرين لا نحضرهم نحن معاهم وذوكم ولادنا نخدموا معاهم إلى حد ما يحضر لكن كورة البروفيسيونال رأي ما يش اسماه ولا يش ما بالغ نجم لاعب من تكوين النادي الافريقي ولا لاعب جبتوا من قسم ثاني ولا ثالثة فرص ذروحوا على اللعب كبير بالاجتهاد والانضباط وهذه العقلية الألمانية الحدادي في كل المباراة أثبت انه مدافع ايسر يلعب كورة باه ينجم يتحسن لبعيد يبني الهجمة عنده نقاط ضعف نخدموا عليه ونحنا بروفيسيونال وعنا طاقم وعنا وعنا نخدموا بش نحسنوا اللعبين لكن ما نجموش نقسيو العزيمة ونقسيو العدل ونقسيو الطموح الميكاري في المباراة اللي أحب يقول الميكاري العب فني النجم الناقش وما العبش الميكاري الميكاري موجه في المستوى متاع الميكاري اللي نعرفوه وأظن انه الحدادي كان نجم يفيد أكثر فبالتالي ما نجمش أنا اللاعب يعطيني اربعة مباراية حلوين وبعد حطوا على بنك الاحتياط ندمروا معنويا ونفسيا وأقضي على بناء مشروع اللاعب فكل ما أستجديها كل باستجداء وبكل لطف أن نعطيه لكل واحد حقه ونقبله النقد البناء متاع ناس اللي يتحب الجامعية ما عناش حتى أغراض وما عناش نتقرب لحتى شخص لكن نرى أن نوصلوا المعلومة جميعنا دي أفريقي الفنية والتقنية وندافعوا على لاعبين اننا نشوفهم قادرين على الإضافة كما قلت سابقا أن ساليفو رجل خفاء ساليفو ناس كلها تقول ما يلعبش ولكن فسرت في بعض التحاليل أنه ثم لاعبين بالطريق قضية ينضي التكتيك ما يظهر برشا لكن يفيد الفريق برشا وكل مدرب يعتمد عليه المهم معناها المباراة تكتيكين شاهدنا فيها تفوق نعارجوا بعض النقاط الضعف نخدموا كفريق محترف باش نحضروا كل مباراة ومبارتها كل فريق رأوا نادي حاملين مستير مستير ما يشتراع بكيمة الترجي ترجي ما يشتراع بكيمة الملعب التونسي وهذه المباراة بينات أن ثم مدرب ينجم يقراك ينجم يوفر أسلوبه في اللاعب بالتالي معناها نتصور مباراة كان جناد فريق عنده هجوم بايب باش نتعبه معناها بالطريقة اللي لعب بها المدرب مثل الفريق المنافس اللي نسكر لك الرواق لو كان عنده مواجمين وقفين صحاح ومواجمين من طراز كبير نتعبه شوية في المباراة فلهذا لابد أن نغيروا منظومة اللاعب معناها نجمو نلعبه على الأرق نجمو نلعبه كورات القصيرة نجمو نلعبه اللاعبين اللي بشير عبوا لمسات كبيرة اللمسات اللي هي بالسيركولين لصنم باللغة الألمانية لما الكورة تتحرك بسرعة باش تلقى مساحات عند المنافس لما تكون الكورة بطئ المنافسة نجمو يتمركز لأن تنقصنا الكورة التنصية بصفة عامة تنقصنا السرعة في أوروبا لازمنا نلعبه بسرعة كبيرة لأن بناء الهجمة بسرعة اللمسات اللي هي تحرك الفريق من غير كورة وتعدد اللمسات يجعل مساحات كبيرة موجودة في أي فريق منافس يجب أن نعودوا لعبين يلعبونهم للكورة نعودوا لعبين يتحركوا أكثر بلمسات أكثر للكورة المهم ثلاثة نقاط النادي الفريقي ماشي صحيح نحن نساعدوها ننقض نقض البناء ويكون حاجة معناها سلبية إن شاء الله القادم أفضل وإن شاء الله الانتصارات القادمة تكون إقناع أكثر وإن شاء الله نبعدوا على وجود أسماء معينة الحاضر يلعب عبد الحق العليمي من بينا شكراً لكل الجماهير الرياضية وشكراً لجمهور النادي الفريقي